ليس انسحابا أو خضوعا لضغوط كما أمل الخصوم قامت تركيا بسحب سفينتها عروج من شرقي المتوسط من جديد تعود السفينة ذاتها إلى شرقي المتوسط للتنقيب عن الغاز وتؤكد ما قالته أنقرة أن سحب السفينة المرة الماضية كان لإعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية ولكن يبدو بحسب هذا التطور أن المباحثات لم تنصف تركيا لذلك أعلنت عودة سفينتها إلى التنقيب شرق المتوسط وفي جرفها القاري وتحت مضلة القوانين الدولية لكن الخصم اللدود اليونان لم ترضه هذه الخطوة وسخن حربه الكلامية مستعينا بأنصاره الأوروبيين وخصوصا فرنسا التي عدت الخطوة التركية استفزازا للاتحاد الأوروبي وخطوة نحو التصعيد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أكد أن اليونان ليس لها الحق في الاعتراض على أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 15 كيلومترا من برها الرئيسي و425 كيلومترا من اليونان وبرأي أنقرة إن لم يسمح لها التنقيب في منطقة تبعد عنها عدة كيلومترات فقط فماذا يحق لها في البحر المتوسط وهل لليونان الحق في الدخول إلى مشارف الأراضي التركية في حين تمنع الأخيرة حتى من حدودها البحرية تدرك أنقرة أن القضية ليست بالتنقيب عن الغاز فحسب وإنما لها أبعاد حصار وتطويق بحري يمنعها من التحكم بأهم الممرات المائية وطرق الربط البحرية بين القارات الثلاث أزمة المتوسط بين تركيا واليونان بدأت تأخذ ملامح استقطاب محاور وحشد جبهات تركيا في جبهة وكل من خاصمها وجد في جبهة اليونان مكانا مناسبا لتصفية الحسابات مع أنقرة ولعل هذا السبب لا يجعل الحوار السياسي ناجعا لتجاوز الأزمة ما لم يدعم بقوة عسكرية وحزم سياسي يرهب الخصوم